جرى بي ديوان وكيل محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عملية الاستلاة والتسليم بين المدير العام للسلف قاسم الجعيدي والمدير العام الخلف سرور بن شملان بناء على قرار محافظة حضراموت مبقود بماضي لسنة 2024 وثمنت اللجنة الاستلاة والتسليم التي رأسها مدير عام الشؤون القانونية فهم العامرية جهود المدير العام السلف خلال فترة توليه قيادة العمل الإداري بالمديرية من أجل تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين في مناطق المديرية في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد معريبين عن آملهم بأن تتضافر جهود الجميع مع المدير الخلف لمواصلة نشاط سلف ترجمة نانسي قنقر